لرزوز الأفعال العالمية على طبعا بطولة كاس العالم وعلى المباراة النهائية وأعتقد أن العالم كله مبارح ما كانش بيشجع الأرجنتين قبل أكتر ما كان بيشجع ميسي حالة التعاطف ما كانتش حبا في الأرجنتين بقدر ما كانت حياة حالة تعاطف مع ميسي يمكن بداية طبعا في فرنسا أو في أوروبا عموما يعني الأنتي برشلونة أو الأنتي أرجنتينة يمكن صلاته الضوء على خطأ فادح خطأ فادح للتحكيم في المباراة النهائية والخطأ ده كان في لحظة إحراز ميسي للهدف الثالث في نفس اللحظة دي ويمكن هتشوفوا بالضبط هذه اللقطة اللي بكلم حضراتكم عليها واللي معظم النهاردة صحف اللي كانت ضد الأرجنتين ومش تدين تكون ضد الأرجنتين ممكن تبقى حيادية الحقيقة بترصد خطأ فادح وقع فيه تقم التحكيم سواء في الملعب أو الفار وقت أو لحظة تسجيل ميسي للهدف الثالث في مرمى إيجو لوريس اللحظة دي كان فيه اتنين من لعبة الأرجنتين البودلاء موجودين داخل الملعب قانون اللعبة بيقول أنه في حالة تواجد أحد البودلاء لعب من بودلاء الفريق داخل أرض الملعب لحظة تسجيل الهدف يلغى الهدف وتحتسب الكرة دي ركلة حرة من مكان تواجد اللعب الاحتياطي وبالتالي اللقطة دي تسلطت الضوء على ضرورة أو كان على الحكم ضرورة عدم احتساب الهدف الثالث ترجمة نانسي قنقر